ست أشخاص بالبيت معنا كورونا إحنا ما حدا بيطلع من البيت أبدا تفاجأنا بالساعة 10-11 بالليل اللي هالصبع بتصيبه بارد وحامي وحرارة ومتنزلش عن الأربين فاضطرنا نأخذه على المستشفى اللي بقولولي بالمستشفى الصبع محمد مرشد مضروب بالكورونا مصيوب فقت الصبح وإذن المرة عندي شو تعباني على آخر وضعها لا يرسل له عند حرارة بنات دينها ملتهبين وضعها مش مظبوط اللي صار قالتلي معاش عم بشم ومعاش عم بستطعن معاش تستطع معاتو كورونا أول إشي إحنا بعد 10 أيام صار في عنا عزلة تجمع المعشوق نزل قرار بإقفال المعشوق والمحلات تتأفر رسميا الساعة أربعة أنا أكتر من 80% من شباب المعشوق بيعتاشوا بشكل يومي بيشتغلوا بشكل يومي معاشات أن لا تتعدل 20 ألف ليرة باليوم كمان هو قصة من بيطعمه من مسؤول عننا ما بنستطيع نعمل فحص صراحة بيكلف 150 ألف مش قدرتنا يعني 150 ألف أنا بدي شيء جمعة لأشتغل وأجيبها لأطعم أهلي من البيت طب أنا لما أنا شغل عامل يومية عشرين ألف لما أنا عمره بدي أروح أجيب على ابتة الدواء حق 35 ألف واربعين ألف طب أنا بقعد يومين بلأ أكل عشان أجيب على ابتة الدواء أنت كأنروة إذا سمحت تفضل تكرمي علينا أي حدا مصاب بالكورونا أو عنده عوارض كورونا إذا سمحت أدميله الدواء المطلوب نحن نطلب بس نروة تتوجه أنظارها لتجمع المعشوق زي كل المخيمات نروة مسؤولة عننا يعني تأملنا الدواء تقدمنا مساعدة للبيت المعاقمات تشكل بتجمع المعشوق بما يسمى خليط الأزمة يلي هي بتضم مجموعة التنظيمات والأحزاب السياسية لبنانية والفلسطينية بعد هذا الموضوع بعد عملية الضغط اللي صارت دخلت الأنروة بأنها تعمل كذا فحص من الأهالي المخالطين نحن ما طلبين إيش إحنا بدنا الأنروة تاخد دورة بس حتى المعنيين ياخدوا دورة اليوم لو كل واحد بياخد دوره الموضوع كتير بيكون بسيط ومحلول